بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محبا بكم معنا في الجزء الثاني المخصص للمونتاج فوتو سور الابليكاسيون سنابسيد الابليكاسيون ديال الهاتف طبعا على هذا الجزء الثاني قد نحاول نشوف المونتاج فوتو بخو بخو موندي يعني قد ندروا تركيب جمعة ديال الصور على الصورة أصلية التقطناه بالهاتف ديالنا دونك دونك ديال الصورة النتيجة اللي كاتشوفو النهائية الصورة الأصلية كانت هي هذه وكنت تكلمت عليها سابقا كيفاش ندروا باش نلتقتوا صورة الكأس نضيفوا عليه مؤترات بصرية أو نركبوا عليه صور واحدين خورين طبعا الصورة قد تكون تلتقتوها بالنهار حداش يشارجم وما تكونش إضاءة ضربة مباشرة في الكأس تحاول نتلقى زاوية مناسبة تدروا واحد الورقة أو التوبة أبيض من الخلف باش نتخلصوا من الخلفية لأن تركيب الصور اللي عندهم من نفس الخلفية كتكون سهلة بزاف لا يجب ناشي صور مثلا عندهم خلفيات متنوعين سيبون كيف مكان الكأس ممكن لكم ديروا للمونتاج بشكل اللي بغيتو سيبون النتجة اللي نحاول نحصل عليها هي هذه دونك عدنا البعض العناصر اللي ازنا هي الطيور والسمكة والنخلة والببغة والتكست بيانسور هادر ازنا في الابليكاسيون سنابسيد سيبون بسم الله على بركة الله غادي تكليكوا على أوفغير غادي تفتحو الصور اللي التقتو في الكاميرا ديلكم سيبون المترجم الاماش كاميرا وستخدموا الصورة الكأس مثلا نخذ هذه الصورة خبير تلاحظوا بأن الرؤية البصرية الماء الى نوعا ما لناحية اليمين سنحاول نصح هذه الزاوية هذه نطلاقة من الاتي حاولوا التخذو الهاتف ديلكم كما تلاحظوا بحالي ديرنا بشكل فوقي سيبون المترجم الاتي سيخطروا غوتاسيون هذا الغوتاسيون سهلا نحن ندره محوار الضواران في الغصف الصورة لاحظوا معي مزيان ندفعه من ناحية اسكندر سبعي في وسط الصورة وندفعه على جهة اليمين أو جهة الياسة نحاول لقاء بعض الزاوية مناسبة لكي لا يأتي الكاثميل لذلك يأتي في أحد الوضعية مناسبة وليس يأتي السواد هذا جيد هذا هو أول شيء روتاسي ثاني شيء أوتي ركادراج 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 هم المساحات الفارغة التي لدينا يمكننا نقوم بتعديلها نتخلص منها أو نحتفظ بها أهم شيء بالنسبة للكاميرات سامسونج يعتمد على 12 ميجا بيكسل حاليا سنأخذها 4 على 3 ليس كل هم الواتفة سامسونج طبعا في الكاتيجوري غالاكسي والنوت يعتمد على 12 ميجا بيكسل ستأخذها 4 على 3 بالنسبة لل 16 على 9 الواتفة لديهم 16 ميجا بيكسل 32-64 سنأخذها 16 على 9 وضعت المساحة التي يبقى لنا ويمكننا نعدلها كما نريد كما قلت سأخذها 4 على 3 سأخذها 4 على 3 وتغيرها المساحة وتشكلها كما أريد أخوة أبسط بكثير لأنها تحكم في الصورة كما أريد لاحظوا الشكل ولكن لا يكون مناسب لك أنكم تقفلوا في التلفاز لذلك إذا أردنا أن تكون مناسبة وتكون مناسبة لدينا فراغات السوداء نأخذها 16 على 9 أو 4 على 3 تقريباً ولكن تكون مربعة غريباً أحياناً 4 على 3 سأخذها مربعة حسناً 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 نحتاج المساحات إضافية كما قلت وأنكم لا تحاولوا تقريباً فقط تقريباً فقط تقريباً وكما تقريباً ثالثة حسناً هي غطوش غطوش يعني أن نحاول أن نتمدع الإضاءة أو نضيف تقنية الإضاءة التي نرى في الجزء الأول بالنسبة لي نحاول أن نزيد المنزية قليلاً لكما نقوم باللون الأبيض ونفرغ بشكل 50 ثم نأخذ نقوم بالتقريب يجعل الأبيض نصع لا نقوم بالغب لأنه لا يحتاج إلى اللون الأبيض لنقوم بالتقريب نرى المنزية كما أن نقوم بالغب لكما لا يضع الشكل يجعل هذا اللون الأبيض بكثرة نظر الزنبر هنا في الزنبر نحاول الضلال السوداء نبينها قليلاً كما نقوم بالغب كما أن نقوم بالغب نرى نحن نأخذ 35. نحن نأخذ هذه الصورة جيد. نضغط تركيب الصورة. نضغط على أول شيء. نقوم بأول شيء. نقوم بأول شيء. نقوم بأول شيء. نقوم بإضافة الإيماج. كما نقوم بإضافة الصورة. نقوم بإضافة الصورة. نقوم بإضافة الصورة. نحن نقوم بإضافة خارجة. نظر إلى فوق كما تغطي. نقوم بإضافة الصورة. نقوم بإضافة الصورة. كيف ستتفعل هذه الصورة مع الصورة التي ترتبتها. من ذلك المدنج. يتم الضوء من التخلق. فترة المدنج من التخلق و يتم تحمل بشكل جيد. يتم التعزيج من الأعلى. من ذلك الألوار أكبر. وهذا رحض أيضًا على التقلق. وستستفرق هذا الفرق والتخلق مناسب لك. سأقوم باللغة إلى أن تسمع سيئ. سأقوم باللغة إلى أن تعمل سيئ. وسأقوم باللغة إلى على المدنج. سأمد الـتفاصيل. سأقوم بها في الجزء الأول. نمشي لسام اللي كان عندي هنا. وهذه ناخد فيلتر. ونعمل على الماسك. وهذه ناخد 0 في البرامتر. نحاول نصغر شيء الصورة باش نتحكم فيها بسهولة. ونحيد هذه السواد بسرعة كبيرة. ما عليش نقص النخلة. يمكننا نرجع ونصلحه sans problème. وهذا بحالة الشكل هذا. هذي رجع على الصن. نعود نزومه بزيان دابا. باش ناخد المساحة اللي بغيت. نبين هنا. الجزء اللي بغينا من خلال. بجوز طبعان. ندفع. بجوز طبعان ندفع. إذا بيت ندفع لنا لدفت صبع واحد رماديش تخدم. او لا تعتمدوا على هذا المستطيل اللي كان هنا. غير هو الصرعة ديالو. أو التحرك ديالو سريع بزيان. بسرعة. بجوز طبعان. نزومه. واعطوه الوقت للصورة. حاولوا ما تزربوش. اي حجم تقونا. ممكن لاش دي بالزربة. نعطيها الوقت لله. ما تديروش بحالي لا زربت. لان انا كان زربت. باش نحاول ما يكونش الفيديو طويل بزاف. في الوقت. وانتوما اعطوها الوقت على خطركم. باش تقدر. 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 نرجع السهم هنا. كنكي على فلتر. نرجع لماسك. ناخد زيو. نحيض هذه المساحات. واليد. نضيف العنصر الاخر. نرجع البرسيدن. اوتي. اضع لإماج. ناخد البابغاء. ينصغر شوية. حاولة تلقى الصورة. بحالة الشكل. لا يكونش كيف رفرف. لاننا بنجيبه. نضيف العنصر الان. افترض بكل حجم. لان نضيفه كبير. لكن احن ننظر. لاننا بنجيبها. اوتي ننصر العنصر. قربوشي شوية هدا الكاس. نحي بزاف. voilà. كم نضيف الابت. ما نضيفه le صور. نقوم بسطر. نضيفه من الفيوت. كما قلت لا توجد مشكلة في قصة الباب بغا أن نرجع ونصلح لا يوجد مشكلة نزوم هنا لنحييز المساح يجب أن تلاحظوا أن هناك فرق ما بين هذه الصور لتريشاجة أنت لديهم خلفية بيضة أكثر هذا هو نتيجة على هذا الخدمات التي قمت بها فرطوش خصوصا فيما يخص الزمب هما التي أعطونا هذا السواد لا يمكن أن نصلحه لا يوجد مشكلة ونرى النتيجة كما يكتبون يجب أن نصلح لها إذا كنا قصنا الباب بغا بعد أن ألاحظوا أن أستطيع قصة الباب بغا أرجع للصور بالطبع المسكرة ونذهب على المساحات لكي يبدو جيد ونقوم بسيطة لكن يجب أن نتحرك على صورتي ونفرح ونجد فهي يمكن أن نضيف السمكة وطيور أسفل وضيف ونضيف السمكة تحاول أن تجد بحالة شكل السمكة لخارجها من الماء يمكننا أن نقوم بعمل هذه الغوطات لكي نحاول أن نجيبها في واحدة المساحة ملائمة بالنسبة للكأس مع النخلاق ونقوم بحالة الشكل هذا تقريبا أعطيها الوقت لكي تقدرها لا تزر بوش أعطيها الوقت الكافي لكي تقدرها نفس الشيء نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل فقط كما قلت لا تقصد السمكة ممكننا نرجع ونصلحه لا يوجد نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل ونصلح تحتاج الوقت الكافي لكي نكبر بشكل جيد وعلى أجد المساحة سنقوم بعمل وعلى أم الوقت الكافي نقوم بعمل نقوم بعمل وانا تقريبا بها الشكل هادا. هيدو دونك هاد المساحة اللي عندينا. باش جي مع الكاس نيشان تقريبا معنا بحركة. نزيد الطيور دابا. نحاول انا لنحيد لذلك المساحة اللي عندينا. يعني المساحة اللي ممتقوناش خسنين نزولها. دكار. باش كتكون مرسكم تزربو. بالنسبة لي باش نربح شوها في الوقت ديال الفيديو مايكونش طويل. ثوما ما تزربوش. اعطوه وقصوم مدين باش تقدو الصورة. نفالدي. دكار. نرجع اوتي. دوبلي اكس پوزيشن. نزيد الطيور. نحاولو تخدو شكل دي الطيور تكون عندو مخلفية بيضاء كما قلت. نوك هاد المساحة قريبا هنا احدا السامكة. نزيد الطيور. حاولو تخدو شكل دي الطيور تكون عندو مخلفية بيضاء كما قلت. نزيد الطيور. نزيد الطيور تكون عندو مخلفية بيضاء كما قلت. نغير الاسبوزيسيون نختار طيور هذا لا ننسبه لأنه يتمام نغير نغير نحاول نقوم بإضاءة نحن نسألنا هذا بالتركيب نحن نقوم بإضاءة نرجع إلى المقرآن أول شيء نستخدم كان هناك كورب كورب سوف نلاحظه معي نقوم بإضاءة نختار RGB يتحكم في ثلاثة الألوان نحن نقوم بإضاءة الدائرة هنا كورب كورب لن تضع إلى الصورة كورب نحن نقوم بإضاءة من المقرآن أنتم من تفقد نقوم بإضاءة والمقرآن نقوم بإضاءة من المقرآن نقوم بإضاءة ثلاثة نقوم بإضاءة جيدا. لن نقوم بإمكاني الوصول على الرغم على الرغم على المنزل. هذه الرغم مخصصة يتعرف في الجزء هنا في القاس. سأضع المنزل. لنضع الحصول على المنزل. يمكن أن نضع المنزل. وضع المنزل على مرحلة الصورة. معي. يمكن أن نضيق المنزل. مجرد مستدر. وضع المنزل. يمكننا أن نضم المعارضة لكس بلاعنى هذا الشكل هذا يمكننا أن نضم المعارضة على الستructure هذا هو فرص مرعضة ويستمر المعارضة هذا حسنا نحاول نضم المعارضة لكس بما يخص على الكس يمكننا أن نضم المعارضة لكس بلاعضة للمنوزية يجب أن نقوم بساطورة لكي يزاد الألوان نكبر المساحة ونقربها بساطورة ونقوم بحلقة لكي يأتي بينام جيدا لدينا نقوم بساطورة 55 كما أخبركم لا تقوم بساطورة فقط ترى على الحساب ما هو الملائم لكم ويجب أن تجربكم فقط يجب أن تحرق لا تصوير صورة. هذا لا تتحرق. يمكنك أن تكون صعبا كبير. نسخي ونضيف. نستخدم لأطيق كبير. نضيف ونضيف ونضيف. نضيف هذا رائع بالنسبة لي. هنا هو الإجابة. هنا سوف نضيف. كما تلاحظون النخلة نضيف. نضيف نضيف بيضاء نوع الماء. نضيف بيضاء نوع الماء. نضيف من تلك البعض الوصف. هذا؟ اسمح الأنقص ، وينعت平 presumوله وانقص 0.5 الفيديو الضغر 0 .7 مفتوح 0.7 estáغذر لمقص لمقص نجد الانقص 0.3 مناسبة بالنسبة للطائر 0.3 نضم 0.6 في الجوانب الطائر هذا الطائر يوجد فرق السواد تقريبا هذا المساح يجب أن تلاحظ الدائرة نزوم قليلا نتخلص منه لا يريد أن نتحف المشكلة تسمى سور إكسبوزيسيون سور إكسبوزيسيون يمكن أن نصل بحلاك لا تبقى بينام هنا كما قلت نتحرك نتابع لا يوجد أن هناك خطأ في الإضاءة لا يوجد مشكلة بالنسبة للطائر نزيد 0.7 بالنسبة للطائر 0.7 غير مناسبة سنجعلها 0.3 هنا في المساحة هنا بالضبط ولكن سنجعل 0.7 في هذه المساحة هنا شوية هنا سوف نغلق هذه المساحة لكي تجعل الكثير كما قلت لا تزربوا حول ما أمكنكم تعتبر كل شيء 0.3 هنا في المساحة لكي تبقى المياه جيدا نقص نقص 0.7 في المساحة لكي تبقى المحلة بيضاء نرجع لكي نرى 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 نهى نرى نرى نتجد الكثير ونقوم نرى بعض نرى هنا نرى نرى ونرى كنت وفي هذه اللي تحت قاعدنا على الجانب الأيصار فينيتاج كنت هذرت هذه كنوب على فينتاج في حقيقة كنت نشير فينيتاج في الجزء الأول كنت شيرت فينيتاج واشتغلت في فينتاج كنت بغي فينتاج ولكن لأساس باش نخدموها فينيتاج دعبة في الجزء الثاني عدا نستغلوها فينيتاج هنا عندها واحد دور كبير كتلاحظوا الدائرة الزرقاء ممكن نحرك فيما بغيت الهدف ديالي هو الكاس هل نحط في الوسط ديال الكاس الإضاءة اللي غادي تكون خارجية ممكن نضلمها لاحظوا الجنب لاحظوا وانا بحلاكة والإضاءة الداخلية عندي بارامدر وحد أخر كما قلت كان حتصبعي وكان طلع وانا او نهبط لكي يبقى الازواتخ بارامدر لا تريد طريقة كينة هنا عندي لتحت هذا البوتون وانا لاحظوها ناخد للمينوزيتي انتغل الإضاءة الداخلية لاحظو كما يمكن حتى نردها مظلمة كما قلت كما قلت الابليكاسيون هذي مصيبينها كما نخدم فيها بدي سينون إلا كان عندي شي ستيلي ماشي ستيلو ستيلي هم دوك ليس ليسوتي ديال المينو تاكتيل اللي كي يكونوا عندنا في الزاكران إلا كان عندي شي ستيلي غا يكون حسن ما كانش عندي مكنا نخدم فقط الأصابع ديال هذي مشي للميار المينوزيتي اكستر نقسم لنا شوية بزال حالك شوفوك بيناك مناسبة وانا كنت تعطي وعدرنا نقل انترسا نفاليد وانا دونك تقريبا الصورة الشكل دياله كيف اجدال إلا بلي مثلا بأنه ربما بعد نختشي شوية سهل باش نرجع كان مشي هنا عندي البيلدو موديفكاسيون نرجع افشي لي موديفكاسيون وانا وتيبا البينيتاج إلا كلي كي تلتحت مشاهدة كليفة نرجع البينيتاج نرجع الهنا هذي بارامتر دياله او لا يمكن ندير كاريما ذاك الماسك داكو كما كنا كنا نديره الماسك ناخد زره ما غايت تأبليكاش عن النخلة وانا لاحظه نحيضه نحيضه من هنا داكو داكو يمكن ندير عملية بحالة الشكل هذا داكو وانا ناخد المساحة اللي ما بيتوش يبن فيها بيانسور كنحل الاخر طو سمبلا نمشي هذي بارامتر ديال البينيتاج وانا نقص فهم دياله داكو وانا بحال هكو داكو وانا باش ما تجيش بجهده بزاف وانا داكو نشوفوا الشكل دياله وانا تقريبا الصورة ديالنا هي هذي بقلنا التكست وانا نرجع الى precedence وانا ندير اوتي تكست وانا هنا عندكم بلزير تيب ديالتكست خص ضروري تجربوهم داكو لنا يسان تراز انترسون هذي اوتي اللي عطينا داكو باشو عن اللوجيسيال اللي كان في الحاسوب باش نصيبو بحال ديالشكلتين قد تناشيال الوقت ماشي بزاف ولكن هنه واجدين ساعلين فاش كتاخدو واحد الستيل كتدبو دوبلكلك داكو نكتبو الاسم متعلاً بون بتعطيش اسميالي صحيحة وانا اوكي داكو يمكن لي نصغرها هنه عندي بارامتر ديالالالوان اختار للي اللي بغيت صحبو؟ وانا عندي الوباسيتي باش كون وضحة او مزيان او لا ضعيفة وانا عندي انفرسي بحال الماسك تيولي فقط فوص الاسم اللي بين الصورة صحبو؟ كنت ضغرها كنت ندلالا داكو؟ وانا وننضيبلاسها بمساحة الامرات وننفذي وانا داو شكل النهائي ديالالالوان نتمنى لكم تكونوا استفتو من هذا الفيديو وانا نتأسف لكم شو سريع نضوك في الشرح هذا يفاقض باش نربحو في الوقت ديالالالفيديو وكيما لاحظت تورا ماشي صعيد كنت تركبوا صورة واحدة كنت بدأوا تتعاملوا معها بالماسك طو سمبل ما غيرتكون عندها خلفية بيضاء بالاضافة للصورة اللي يجبتو تكون خلفية بيضاء تصحيح ديالالالإضاءة را كنا نشفنا في الجزء الأول كما قلت ما عندنا في لدينا احساب الصورة اللي يجب لكم ملائم قد تتبقوا تضيف مقصوف حتى تتبن الصورة واضحة حاولوا أنكم لا تتعاملوا بأن الصورة أجل كنتظر التفاعل لكم أنكم تصفتوا لي اقتراحات. خذوا أي فكرة تريدوا. لا تعتمدوا على هذه الفكرة ونفس الطريقة. خذوا أي فكرة تريدوا. خذوا مثلا تخفوطوا من الانتغنت من جوجل كروم. ستكون لديهم فقط خلفية بيضاء. وتأنتغرون منتاج على الصورة الأصلية التي تلتقتوا بالهاتف. وكما قلت لكم أحسن صورة. صورة بروفيسيونال هي الصورة التي تلتقتوا بالهاتف ديانا. ما كان يجبوها من الانتغنت دي جارة تخيتي. كما لاحظتم البرنامج رأس سهل وفي نفس الوقت ممتاز. وفي المتناول ماشي صعب. كنتمنى لكم تكونوا تصفتوا من هذا الفيديو هذا. كما قلت كنتظر التفاعل لكم. تصفتوا لي بلزير بروزيسيون جوجت لها تحت العشرة دي الصور. كما قلت تتعاملوا مع هذه الابليكيشون. كما قلت هذه الابليكيشون. الافونتاج الكبير ديالها أنك تسهل عليها. لكي ناكتوليزي شاك جوغ الكوانت ديالي انستغرام. كما قلت تصفتوا من هذا الفيديو هذا. كما قلت تصفتوا من هذا الفيديو هذا. انتظر العمل ديالكم أو نتائج العمل ديالكم. تصفتوا لي. شكرا بزاف على المتابعة. الله نمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.